السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من خبارات اولاين واحدة من اكتر المشاكل اللي يتواجه مستخدمينها هو الجدد حاليا وهي مشكلة الواتساب او استرجاع محادثات الواتساب اللي كانت على الجهاز القديم وطبعا بما ان الجهاز الجديد بقى مزدود عليه كل الصغرات الخاصة بجوجل فطبعا النسخة بتاعت الواتساب بتتحفظ على جوجل درايف فالموضوع بيبقى صعب ولكن قبل ما نبدأ عايز اذا وضح نقطتين اتنين مهمين جدا اول نقطة وهو للأسف لازم يبقى معنا الجهاز القديم اللي كان عليه النسخة اه او على اقل جهاز يكون قديم عندك او اي جهاز شغال عليه خدمات جوجل يعني لازم يكون الجهاز القديم يأما يكون معك او جهاز تاني يكون اه بيشتغل عليه خدمات جوجل فلو مش متوفر عندك الكلام ده فلالأسف انا بحتزلك عن تضيع وقتك في الدقيق تنزلت وطبعا الطريقة دي مش تنفع معك للأسف فلو حابب تكمل ماشي اه عندك الموبايل القديم ماشي فخلينا للناس اللي عندها مطافر عندها الشرط ده ونكمل معها النقطة التانية انا للأسف حاب ان انا هشرح على جهاز الواي ناين الفين ساعتاشر وده للأسف يعني لسه شغال عليه خدمات جوجل مفوش اي مشكلة انه ده كان من قبل الحظ فانا ما عنديش جهاز تاني اشرح عليه غير ده ولكن الطريقة دي نافع ان شاء الله وهتشتغل عندك اه بدون خدمات جوجل خالص انا بوز الدنيا بدون خدمات جوجل خالص يعني ايه شغالة اه فالأسف ما عنديش غير الجهاز ده اللي هشرح عليه ولكن زي بقولك ان شاء الله هتشتغل فيلا بنا نبتلها عطول عشان ما مضاعش وقتكم اكتر من كده فاول طريقة معانا وهي على اه يعني اول يعني احنا هنعمل اه الموضوع بثلاث طرق مختلفين على باكسر من سيناريو كده عشان خاطر يعني على اكتر من احتمال يعني فطبعا اه حضرتك معك الجهاز في غير في غيرك معه فهاني استحملني وطبعا اه القفلة تصير على احتمال اضعافها يعني في ناس ممكن الموضوع بتاع ناقل والحاجات دي بقى بالنسبة لها صعب فاستحملني شوية في شوية دول المهم اول حاجة على احتمال ان انت او على اعتبار ان انت الجهاز معاك القديم الجديد والجهاز القديم معاك فبدنعمل ايه طبعا بنروح على طبعا مش عايزين وصف في حاجة الوقتي بنروح على تطبيق زي الشارت طبعا الشارت هيشتغل على الجهاز الجديد اه بدون الخدمات جوجل ملوش دعوه باي كلام ده كله تطبيقات شغال عادي فبنروح على تطبيق زي الشارت بتنزله على الجهاز القديم وعلى الجهاز آآ الجديد فنروح على الجهاز الجديد كده على اعتبار ان انا لسه منزله مسلا والروح كده بنروح هنا في الجهاز القديم بنروح سبك من كلام ده كله وتروح على الملفات. اعلانات الشارك رخمة. انا بحبوش اساسا. ولكن مضطلين نستخدمه دلوقتي. اه بنروح هنا على الملفات بسببك من اي حاجة هنا خلص بتروح على الملفات وبعدين الملفات بتخش على الزكرة اه الداخلية. وبعدين بتدور هنا على تطبيق اه صور بدورة على فولدر هنا او مجلد اسمه واتساب. يعني بتدور عليه كده. اهو الفولدر اهو الفولدر اهو اسمه واتساب. بتاخده كده من بره زي ما هو. وحددناه وبعدين بتروح هنا بتدوس على ارسال. تمام? بتروح على ارسال بتروح في الجهاز الجديد بقى بتعمل استلالة. تلان ما يروح انقل الملف اللي احنا خدناه كله زي ما هو انقله للجهاز الجديد. طبعا ما نكون وضغطيكم النقطة دي خلاص احنا كده او بيتنقل ملف اهو. فيعني كده خلاص دي يعني اول اه خطوة او اول اه سيناريو. ماشي? طيب. خلاص احنا كده مش عايزين احنا كده مش يجي جنب الموبايل الجديد في حاجة خالص دلوقتي مش محتاجين في حاجة دلوقتي خالص. احنا كل ده بنتعامل مع الجهاز القديم لسه. طيب انا دلوقتي اه على اعتبار بقى او السيناريو التاني ان انا لسه ما اشتريش الموبايل ده ولسه معي الموبايل قديم فمش موجودين جنب بعض دلوقتي فهعملي دلوقتي. اطلع كده خالص كياني طبعا من بداية خالص اهو. اه انا مسلا هافرمط الجهاز ده قبل ما روح الشير الجديد او هبيعه مسلا فاروح اخد نسخة من الفولدر ده تاخد فيه اكتر من ثلاث اخد بها النسخة. اول طريقة ان انا اروح ادور برضو على تطبيق الواتساب بالشكل ده. او اه برضو فولدر الواتساب. وبعدين اعمله هنا المزيد وهروح اقول له هنا نسخ. وهروح في حالة الجهاز بتاعك الموبايل القديم بتاعك فيه بطاقة زكرة او اه الموموري. فبروح اضغط عليها كده وعمله نسخ واعمل لصق في بطاقة الزكرة. يعني انسخ الفولدر زي ما هو كله على البطاقة الزكرة او الموموري. تمام? دي كانت خطوة. الخطوة التانية ان انا ممكن او طريقة التانية ان انا ممكن استخدم جهاز كمبيوتر. يعني انا لو عندي جهاز كمبيوتر اقدر ان انا اخد الفولدر ده اخليه على الكمبيوتر لحد ما اجيب الجهاز الجديد. فطبعا الموضوع سهل جدا بتروح بتستخدم وصلة الشاحن. آآ الشاحن بتاعة الموبايل عادل تستخدمها. تروح توصلها في جهاز الكمبيوتر. بالشكل ده. وتروح هنا على الموبايل توصلها. وتروح تختار اختار من هنا كده. نقل الملفات. استخدام. خليها نقل الملفات. خلاص كده. اروح بقى على الكمبيوتر. واروح افتح دلوقتي الملفات بتاعتي. واروح افتح الجهاز واروح على ده الجهاز بتاعي المتوصل حاليا. افتحه كده وخش على الزكارة الداخلية. وبعدين ادور برضو على فولدر اسمه واتساب. اللي الكايمين عليه كده. واروح على اي جزء عندي على البرتشانات بتاعتي. واروح هنا مسلا. او مسلا هنا كده. واعمله هنا. اه باست هنا. تمام? هيتنقل عندي على جهاز الكمبيوتر. فاصبح ان انا دوقتي اه خط الفولدر ده. لانه هو الفولدر ده الباكب. هو ده الباكب بتاعنا. فانا خدت كده الفولدر ده. اه يئم على البطاقة الزكارة. يئم على الكمبيوتر. يئم اه بعدته على الشير. المهم ان انا اخد الفولدر ده باي شكل من الاشكال لانه هو ده الباكب بتاعنا. تمام? طيب اخر بقى خطوة واخر سيناريو. ان انا دلوقتي معيش اه فرمضت الجهاز او باعته او او. فانا محتاج جهاز يكون عليه خدمات جوجل. لازم يكون جهاز قديم مسلا عليه خدمات جوجل. بروح اه اصلت بالواتساب عادي. وسجل بحسابي اللي هو اللي كان موجود على الحساب القديم عادي. واعمل استعادة لنسخة الدرداشة بتاعتي او الشات بتاعي. من على جوجل درايف. موضوع يعني اه بسيط عادي. زي ما بتعمله كل مرة. ان انا هاخد. هسترجع المحاسات بتاعتي عادي. وبعدين اروح اعمل اي طريقة من الطرق اللي انتم شفتوها دلوقتي دايت. يعني بمجرد ان انا هعمل استعادة للملفات بتاعتي تاني من على جوجل درايف. اقدر ان انا انقلها بعد كده بالشكل اللي انتم شفتوه دا دلوقتي. فعشان كده قلت لازم يكون على اقل معانا اه جهاز في خدمات جوجل. طيب دلوقتي انا المحاسات بتاعتي هنا اهي. خلاص يعني اواريكم بس كده دي المحاسات بتاعتي طبعا ههامل بدور كده وعلى الجزء ده. المهم يعني دي المحاسات بتاعتي ا او انا هنقله بعد كده على ده ازاي. خلاص احنا كده مش محتاجين الموميل القديم بمجرد ان احنا خدنا الفولدر ده. مش بحتاجن الموبايل القديم تاني كده في حاجة وهنستغن عنه. خلاص فهروح دلوقتي طبعا هو اتنقل كده على الكمبيوتر. فهروح دلوقتي اروح لكن كده الجهاز القديم. طب دلوقتي انا كده معا موبايل جديد ودلوقتي عندي الفولدر اللي عليه الباكب بتاعي بتاع الواتساب على الكمبيوتر او على الموبايل او على كارت الزكرة طبعا ان الطرق كلها تنذكرها مش هدينا وعدها تانى عشان خاطر الوقت فاول حاجة رو انا دلوقتي ايه ان انا اروح على مثلا على الاب جاليري بتاع هواوي الاب جاليري او مطلقة لتطبيقات بتاع هواوي طبعا اكيل مليون في المية عليه تطبيق زي تطبيق الواتساب اروح ابحث عنه على الاب بالشكل ده كده اهو تعملوا مثلا هنا اه طبعا في خمسين حاجة واتساب فخلينا مثلا على واتساب اوصل ده اللي هو تنزيل طب انا في حالة ان انا ملقتش يعني ده صعب يعني ملقتش تطبيق على اه المطجر بتاع هواوي فبروح مثلا على اه متصفح بتاعنا على اي متصفح عندك مسلا هيكون ايه موجود عندك مسلا كروم اكيد هيبقى يشغل برضو او اي حاجة غير كروم اي متصفح اي متصفح بتاع هواوي متصفح مي متصفح اي متصفح بتخش بيه عن انترنت هتروح اه تكتب فيه برضو واتساب اب يعني ده في حالة لو ملقناش على المطجر بتاع هواوي ده عزان مقول لكم هيبقى صعب يعني قوي وانا قوله بقى نبحس على تطبيق واتساب بتروح تدور هنا كده تنزل تحت خالص كده صفحة زي ده كده واسلوكم برضو الرابط بتاعها اسفل فيديو عشان مطارش تدور كتير قوله هنا احداث نسخة وانا ننزل تطبيق الواتساب طبعا الاسف انا بقول لكم ان انا ما عنديش يعني حاجة اشرح عليها غير اه غير ده فطبعا اه قوله انا موافق فيعني ده عليه خدامات جوجل ولكن ان شاء الله يعني ما رب نكلم ان شاء الله يبطل الفون جديد فهبقى اشرح لكم عليه فيعني خلينا في المتاح عندنا دلوقتي ولكن ان شاء الله الطريقة ده تشتغل مليون في المية ان شاء الله تشتغل على جهازك وبدون خدمات جوجل خالص طيب احنا كده هنزل عندنا تطبيق الواتساب فهنستنى حد ما ينزل كده نزل معنا تطبيق الواتساب فاشنسوم gdy نعمل فتح ونسل نسو Ş pakai ثبيت تم، دلوقتي تم تثبيت الواتساب فمش آنعمل له فتح خلص إني اقول له هيا تم وروح نكمل عبn الخطوات بتنعتنا الخطوات اللي المهمة اللي لركز فيها اللي جاية دي فا احنا قلنا اول خطوة لما كان معنا الموبايل القديم ان احنا نقلنا عن طريق الشيرت فنروح هنا نفتح موديل ملفات وروح برضو على واحد التخزين الداخلية وروح ندور على فولدر المراضي اسمه شيرت اعطيب الانجليز هو شيرت فنروح هنا على الفايلس ومنها لاقي الفولدر الخاص بواتساب نقل نطلعه برا يعني طلعه في الملفات اللي برا الخاصة بالجهاز بتاعنا ما دخلوش جوه الفولدر بتاع الشير وهنقول له هنا نقل هنا هيتنقل معنا هنا فيه طبعا فيه الملفات الخاصة بالذكرة الداخلية يعني او ما تخش الزكرة الداخلية كده تلاقيه موجود برضو نفس الطريقة دي لو احنا على الكمبيوتر هتاخد نفس الفولدر اللي على الكمبيوتر تنزله هنا برضو على الجهاز الجديد فتعالوا برضو بالمرة كده يعني عشان خاطر ده ما تنقلش كامل السناء ما كنت منقله بالشرط احنا طبعا طلعنا عشان نكمل الشرح وما تنقلش كامل فخلينا مثلا اناخد اللي على الكمبيوتر عشان نتنقل كله فهنروح نمسح اللي هنا الاول نقول له انه نقل ملفات ونمسح اللي هنا الاول. اهو هزي ما هو. بلو كده هنا. وروح على الجهاز بتاعنا. الداخلية برضو. وروح نعمله بسط هنا. طبعا الموضوع ده بياخد وقت ادي ايه? على حسب المحاسنة بتاعتك. كل ما يكون فيها فيديو. اه صور كتير فيديو كتير. هتلاقي ان هي بتاخد وقت اطول. طبعا نفس الكلام برضو لو بتسترجعها من على الجوجل درايف برضو كل ما يكون فيها فيديو كتير وفيها صور كتير بتاخد برضو وقت اطول. فالوقت ده متطبط بوقت المحاسنة بتاعتك انت او وقت الباقة بتاعك اديه. طيب على بل ما ده يتنقل على الجهاز او على اتنين على الموبايل بناخده كده ده وقت من على الكمبيوتر على الموبايل. في احنا كده ذكرنا طريقتين. لو من طريق بتاخده بتاخد الملف كده اللي جوه الفايلز يعني اهو بتاخد الملف اللي جوه الفايلز او من جوه الفايلز بتاخده كده بتطلع وتخليه برا هنا. لو من على الكمبيوتر بتاخده برضو تخليه على الزاكرة الداخلية بقى ارضو بنخش. لو برضو على المماري بتاخده من على المماري اهو يعني او على بتاقة الزاكرة بتاخده برضو كوبي وطلع وتخليه برضو هنا في الزاكرة الداخلية. يعني احنا كده ذكرنا التلات الطرق اللي احنا قلنا عليهم على الموبايل القديم. طيب نروح نعمل دلوقتي عبال ما داي تنقل بنروح على التطبيقات او على الاعدادات بتروح على الاعدادات كده. الخطوة دي مهمة جدا جدا قبل ما نعمل اي حاجة توش على الاعدادات. ومن الاعدادات بتدور على التطبيقات. ومن تطبيقات بتروح تدور على تطبيق الواتساب. دخلنا على تطبيق الواتساب بالشكل ده. بنروح على حاجة اسمها الازونات. ندي له الازونات كده. ونروح على ندي له الازن ان هو يخش على التخزين. طبعا الازونات دي كلها المفروضة بتبقى متاحة لازم تبقى موجودة في الواتساب يعني انت المفروض تفعلها كلها. يعني اه تخش مسلا على الكاميرا بتحتاج الكاميرا بتحتاج الماكروفون عشان لو هتبعت او رسالة صوتية. اه كل ده المفروض بتفتحه الواتساب بس لكن احنا خلينا مركزين على التخزين نازم اه مفتوح له التخزين. تمام خلاص فتحنا التخزين بالشكل ده. بنروح بعد كده بنطلع بقى على توبيه الواتساب بقى من بره خالص. وروح نسجل عادي بشكل عادي خالص بالرقم بتاعنا. اهو الموافقة المتابعة. بنكتب الرقم. طبعا ننتظر طبعا ما يجي الرسالة بتاعتنا والكلام ده كله. تمام? هو بقول لك تم العصور على نسخة والكلام ده طبعا ممكن مجي لكش انت الكلام ده لانه كلام ده خاص بجوجل درايف فهنقول لهم بتابعة. طبعا ندير الصوحيات طبعا الحاجة بتاعاتنا دي. فاول حاجة دلوقتي بصت لقيه لجالك دلوقتي بقول لك ان هو لقى نسخة يعني كون بساعة رسالة في التخزين الداخلية للهاتف بتاعك. دي اللي احنا نقنها دلوقتي. تمام? دي النسخة اللي احنا نقنها. هو لقاها على الزكارة الداخلية. وبيقول لك لازم تعملها استعادة دلوقتي. لو ما استعادتهاش بعد كده مش تحفظ تستعادها. فهنقول له طبعا استعادة دلوقتي. ده كده من على الزكارة الداخلية حتى انه رحت قفلت انترنت عادي كده. وهو قفلت عادي. مالوش دعوة خالص. فهو دلوقتي بيقول لي تم العصورة او تم استعادة. الف تسعمائة وستعادة الرسالة. فهنقول له طبعا التالي بالشكل ده. فالاسم. طبعا ده نفتح النت تاني. انا حبيت بس صوريكوا. اننا ما اعمل استعادة دلوقتي. مش محتاج الانترنت ولا محتاج اي باقب من الانترنت خالص. زي ما شايفين طبعا دي كده اول رسالة اللي هيا كان او اول رسالة اللي طبقكم هعمل بلور ع الباقي. وهنا نخليكم اول رسالة بس. فعلى زي ما شايفين اهيه لسه اول رسالة. وعملنا استعادة للباكب بتاعنا او اه خدنا الباكب بتاعنا اللي على الهاتف القديم على الهاتف الجديد بدون ما نستخدم خدمات جوجل نهائي فاتمنى اتمنى تكون وضهتكم الشرح هنعاف ان انا كلمت كتير في الموضوع ولكن انا حبيت ان انا اشرح بكزا طريقة لكزا حوار وعلى طبعا اه للناس يعني في ناس موضوع التكنولوجيا وكام ده بالنسبة لها مش في دماغها خالص فيعني ممكن موضوع يبقى تقيل عليها شوية فلو حضرتك عارف اعمل حساب الناس اللي مش عارفة فيعني اسف لطولت عليكم اتمنى تنفى عندكم واتمنى لو عندك اي رسالة او اي سفصار او اي نقطة انا ما عبش اوضحها في الشرح اا كلمني فيه هنا في الكومنتات هنا على اليوتيوب ايما تكلمنا على صفحة الفيسبوك ايما تنضم الجروب الخاص بنا اللي احنا عاملينه جروب اه كده جروب خاص به هواوي فاتمنى اي واحدة من ضد تعجبك اتكلمني فيها وان شاء الله يعني اا لو في اي حاجة مش واضحة ان شاء الله اوضحها لك وشكرا للمتابعة واسف لطولت عليكم مرة تانية وشوفكم ان شاء الله عليكم خير في حلقات تانية طبعا ما تنساش لو استفادت لايك وشير بقى عشان خطر الناس اللي زعلانا من موضوع اا الباكب بتاع واطس ده فيعني شير بقش من الناس دي وشكرا تاني مرة والسلام عليكم مرحة الله بركاته